بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حق حمده واتم الصلاة واسك السلام على رسوله وعبده سيدنا محمد وآله وصحبه في الحقيقة هذه الخارجات التي يخرج بها البعض بين الفينة والأخرى مساساً بالجناب الشريف وتطاولاً على المقام المنف مقام سيدنا وسيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين وإمام المتقين وقائد المصلحين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هي في الحقيقة خارجات سفيهة لا قيمة لها وإنما يضر الخاطر أن تمر هذه الخارجات لتوظف توظيفاً سيئاً سلبياً له أبعاد اجتماعية وسياسية غير خافية على المتابعة وإلا فإن السفه لا يلتفت له السفه هو القول والفعل والسلوك الذي لا ينضبط بأي معيارية من أي جنس كانت لا معيارية علمية ولا أخلاقية ولا ترباوية هذه الخارجة ليس فيها علم ولا فيها معرفة ولا فيها تربية ولا فيها أخلاق هذه الخارجة ليس فقط أنها تتحدث عن شخصية عظيمة عن شخصية بهذا الكمال وهذا الجمال وهذا الجلال هي أيضاً خرجة لا تراعي مشاعر ملايين الناس الذين يحبونه ويعظمونه ويتابعونه ويصلون عليه النبي عليه الصلاة والسلام مرت قرون على بئثته آمن به الملايين بل آمن به الملاير وفي العالم اليوم أكثر من مليار ونصف المليار إنسان يؤمن به ويحبه ويعظمه ويقدروا حق قدره فلا احترام لا لشخصه الكريم ولا لهؤلاء الملايين الذين يعظمونه ويحبونه هذه السيدة تدعي أنها أستاذة الفلسفة ولعلها ترفع من شأن أفلاطون وسقرات وبقرات وغير هؤلاء ولا تعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بالإصلاح وجاء بالأخلاق وجاء بالتنظر الإصلاحي الذي لا يقارن ببعض ولا بكل ما جاء به هؤلاء الذين تعظمهم ولكن المشكلة أنها تتحدث عنه ولا تعرفها وتتطاول عليه ولم تدرس سيرتها بالأمس القريب يخرج إنسان هولندي سبق له أن تطاول على المقام المنيف وانتج فيلما يمس بالسمعة الشريفة المنيفة ثم لما درس سيرته واطلع على رسالته الإصلاحية وعلى سيرته بكل ما زخرت به من أخلاق وطربية وإصلاح لم يملك نفسه النديم واعتذر وخرج في العلن وسبق أن نشرته في صفحة الفيسبوك مدخلة السمعية البصرية التي يعتجر فيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويعتجر فيها لملايين المسلمين ويقول بأنه فعل ما فعل تحت تأثير لوبيات صيونية تحت تأثير لوبيات تشرف على المراكز السينمائية وتعيد هؤلاء بالرمح وتعيدهم بالجنسية وتعيدهم بأنواع من المميزات قال بأنه تكلم بناء على هذه الخلفية لكن قال لما درست سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم عرفت أنه شخص لا ينبغي أن تحتث عنه بهذا الشكل وينبغي أنه كنا له كل احترام وكل تقدير عليه الصلاة والسلام وأطلق هذا الشخص بالونا رمزيا كتب فيه حبه للنبي عليه الصلاة والسلام بينما هذا الإنسان الغربي هذا الإنسان الذي وصل إلى ما تقتات هذه السيدة على مائدته وإلى ما تظنه سعادة وتلهث وراءه وصله وتجاوزه يصل إلى هذا المقام إلى مقام العرفان ومقام الاعتذار نرى هذه المسكينة تورط نفسها في دينها وفي آخرتها يعني أنا قرأت بعض التعليقات لبعض الشباب أو لبعض الأسماء الله أعلم هل هي أسماء حقيقية أو لا استعملون ألفاظ القاتل والتهديد بالقاتل هذه السيدة ما هي فيه أخطر وأعظم من ذلك كله حالها يرثل حالها بئيس تحدثوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي لا تعرفها ولم تدرس سيرتها ولذلك تنقضت في كلامها هي من جهة تتحدث عن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام ومن جهة يعني تعيره بذلك وهي لا تعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام لما تزوج خديجة رضي الله عنها وهو ابن خمس وعشرين سنة وهي امرأة في الأربعين مكث معها زوجا لمدة خمس وعشرين سنة ولم يتزوج عليها مراذا أخرى لو كان النبي عليه الصلاة والسلام على ما يعني تشير إليه من المعاني القدحية لو كان كذلك لما تزوج امرأة ذات الأربعين وبقي متزوج بها خمس وعشرين سنة مقام رسول الله عليه السلام أعلى وأسماء وأكبر من ذلك بكثير وذلك تزوج زوجاته كل زوجاته كن ثيبت إلا امرأة واحدة وهي عائشة رضي الله عنها كانت بكرا وما عدد زوجاته إلا بعد الخمسين وقد أجاب العلماء عن شبهة المستشرقين التي جعلت هذه السيدة تلوكها وأرادوا أن يطعنوا في مقامه الشريف بكونه متعدد الزوجات بأن تعدد الزوجات الرسول عليه الصلاة والسلام كان أولا وقبل كل شيء لصالح الدواء ولصالح الإصلاح ولتوسيع قنوات التعريف بهذه الشخصية العظيمة حيث أن التعريف به من أكثر من شخص في أحواله البيتية في محيطه الأسري في أحواله الشخصية وهذا ما حصل كل من زوجاته ذكرت من ذلك ما ذكرت وعلمنا من خلالها ما علمنا ولو كان زوجه بهن شيء مسيء وشيء يضر لكانت هؤلاء الزوجات أول من يرغبوا عنه وأول من ينفر منه بل مزددنا له إلا حبا ومزدنا به إلا تعلقا عليه الصلاة والسلام رأيناه في ليله رأيناه في خلوته رأيناه في حياته الشخصية فرأينا فيه المثل والقد والأسماء والأعلى التي كما قلت لا يصل إلى عشر معشارها فلاسف تتغنى بهم هذه السيدة وتتعشق بذكرهم وتشيد بعبقريتهم أين هم من سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم أين هم من علمه ومن إصلاحه ومن أخلاقه ومن تربيته ومن عظمته الرسول عليه الصلاة والسلام يؤلف مايكل هارت الأمريكي يؤلف كتاب في العظماء مئة عظم من عظماء العالم التاريخ الإنساني ويجعله في صدارته ويقول جعلته في الصدارة لأنني بعد دراستي لسيرته لم أرى في تاريخ البشرية من استطاع أن يجمع بين الإصلاح الديني والإصلاح الدنيوي كما فعل محمد صلى الله عليه وسلم هؤلاء الناس من الإسلام منهم ومن لم يتشرف بالإسلام تحدثوا عن علم وتحدثوا عن بصيرة وتحدثوا عن معرفة لكنها إنما تردد كلاما من يتحدث بخلفية إيديولوجية وخلفية سياسية لها أهدفها ولها مقاصدها والأصل أن لا يلتفت إليها ولا أن يذكر شأنها لولا أنه يعني المقام هو مقام الرسول عليه الصلاة والسلام ومقام من يجب دائما أن نظهر من الاحترام له عليه الصلاة والسلام ما يلزم وما يجب ولولا هذا الواجب لما استحق هذا السفه أن يذكر والعجيب أن يأتي شخص وشخصية عمومية معروفة كأحمد عصيد ونرد تنعيوش ويدافعان عن هذا السفه ويدافعان عن هذا الموقف الأحمق الأخرق تحت مسمى حرية التعبير ويعني يتسيس الموضوع وإلى آخره ويتجاهلان يتجاهلان وهما يتغنيان بالحرية ويتغنيان بالديمقراطية كل فلسفة تؤكد بأن الحرية تنتهي عند حرية الآخر وبأن الحرية تراعي حقوق الآخر وبأن الديمقراطية يحترم إرادة الإغلابية والإغلابية الساحقة تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبجله وتعظمه وتتبعه وهو أسمى وأعلى وأغلى من أن يدخل إلى مثل هذه الجدالات التي يضع علىها حقوق الإنسان وحرية الرأي وحرية التعبير كعنوان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلى من ذلك وأسمى من ذلك وأجل من ذلك أمم أخرى يشادوا بها ويشيدوا بها هؤلاء ويشيدون بحقوق الإنسان عندها ويشيدون بالديمقراطية أمر دون ذلك يعتبرون أهمين المقدسات ويعتبرون أشياء غير قابلة لي ويوافق هؤلاء لما كان الأسكر في تركيا يدافع الألمانية كبدأ كان هؤلاء يشجعون ذلك وشجعوا الانقلابات الأسكرية مع أنها مصادرة للحقوق حقوق الإنسان مصادر الحريات ومناقضة للديمقراطية واعتبروا بأن الدفاع عن مبدأ العلمانية هو شيء اتخذه ذلك الشعب واتخذه تخذته يعني سلطة شعار الله وأن هذا يحترم ومن ديمقراطية احترامها أيهما أعظم رسول الله صاسم عند المسلمين وفي نفس المسلمين أم مبدأ العلمانية عند العسكر وعند العلمانيين فكيف تدافعون عن هذه وتسمحون بانتهاك هذه إذا كنتم تحترموا الحريات وتحترموا الحقوق وتحترموا الديمقراطية سوف تعلمون أن شخصا يعظمه هذا القدر من الناس ويحبونه ويتبعونه ويعرفون قدره ويعرفون جمال وجلال سيرته ويعرفون عظم أخلاقه ويضعونه في الموضع الأعلى والأسما من قلوبه لماذا لا تعتبرون هؤلاء أصحاب حقوق؟ لماذا لا تعتبرون الديمقراطية عند هؤلاء؟ في الحقيقة هزلت هزالا شديدا والأمر مؤسف للغاية ونسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي الجميع وأن يصلح الجميع الحقيقة أنت من أولاد السيدة الهداية وأن تتدركها الهداية وإلا فأمرها خطير وبئيس ويدعوه للشفاق والله كما قلت وأكرر للشباب وللغيرين وللمحبين حق لكم أن تغاروا على رسول الله وأن تظهروا محبتكم له ولكن إياكم والعنف لا العنف اللفظي ولا العنف الفعلي ولا لأن هذا السفى لا يستهق وإن شاء الله تعالى خير رد خير جواب هو أن نزيد من حبنا للرسول الله صلى الله عليه وسلم وتمسكنا بسنته وعملنا بإخلاقه وبشريعته وبدعوتي عليه الصلاة والسلام وعني شخصيا أنا منذ أن سمعت هذه السوءة اشتغل الآن على دراسة تحت عنوان هدي النبي الأمين في الشاتمين والمستهزئين أظهر فيه وأجلئ إخلاق النبي عليه الصلاة والسلام وسنشره قريبا إن شاء الله في منتدى إحياء للتنمية الأخلاقية لتعرف هذه السيدة ويعرف غيرها عن من تتحدث وأنها إذا تحدثت عنه ينبغي أن تغسيل فمها بالعسل وليعرف هؤلاء من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك إن شاء الله في مجالس إحياء سوف نفتتح قريبا بإذن الله مجالس سيرة النبوية التي كنا قد بدأناها في رمضان وسوف يكون هذا وخير وخير جواب على هذه السفاة وعلى هذه التفاة وعلى هذه التطاو الذي لا معي أرى له كما سبق أن قلت الله مصر الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وشريف وكرله غوية بريس نحو إعلام هادف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر